قبل أسبوعين قلت لأخواني سؤال وهذا يحتاج إلى خطبة نسميه السؤال الحسرة ليس سؤال الحسرة السؤال الحسرة هو بحد ذاتي حسرة تعرفوا إيش السؤال المرشح يعني؟ من ضمن أسئلة قليلة أن يكون سؤال حسرة والسؤال الحسرة هل بلغت ما كان يمكن أن تبلغه؟ هل حققت من نفسك وفي نفسك وبنفسك؟ ما كان يمكن أن تحققه؟ ستقول لي سؤال الحسرة سؤال الحسرة ليس فقط على المستوى المعرفي أن كنت قبل ثلاثين سنة بديت أتعلم العلم الفلاني ولم كملتوش تعلمت ستة شهر وحصلت كثير فيها وقطعت وسيبت والذي كانت أجتاداً من أساتيذه قبل ثلاثين سنة بديت مشروع ادخار صدقة يومية كل يوم عشر دولار يسيري عشرة سنت صحيح؟ يعني في شهر ثلاث دولارات في السنة لأنك فقير غلبان فقير جداً جداً عايش على المساعدات تحت الدولة ولكن في السنة أربعين دولاراً كثير صح؟ قبل عشرين سنة بديت هيك عشرة سنت يا الله أربعين دولار قبل عشرين سنة كان الحين أنا متصدق في ماذا؟ بمئات إذا ليس ألاف هذه الدولارات ولا ما صحيح؟ في ميزاني كيف لو أكثر؟ كل يوم دولار واحد قبل ثلاثين سنة بدأت في حفظ كتاب الله حفظت البقرة في أقل من شهر لا إله إلا الله وبعد أن توقفت والآن كبرت وطبعاً تراجعت ذاكرتي وضعفت إيمنتي وقوتي وكثرت أشغالي وما يلهيني لم أعد أستطيع حتى أن أراجع البقرة لو كنت واصلت لحفظت كتاب الله ولحفظت ربما عشر من تفاسيري أيضاً الكبيرة والصغيرة ضاع عليها قبل ثلاثين سنة بدأت مشوار قيام الليل ومكثت قريب من سنة أقوم الليل كل ليلة ولو بثمارك عات ثم انقطعت وإلي من ثلاثين سنة لا أقوم الليل راح كل عليه حسارات كبيرة صحيح؟ وهكذا قبل ثلاثين سنة بدأت في قراءة الفيزياء أو الكيمياء أو كذا وهكذا وهكذا سؤال الحسرة أنا أقول لك عشان وهذا أكثر شيء يستطيعون أن أعاد الشباب الصغار يقولون إلحقوا حالكم وإياكم نعوذوا بالله من العجز والكسل متواخيان العجز والكسل متواخيان لا يعجز إلا كسول أما المتفائل النشط لا يعجز بإذّ الله تبارك وتعالى يستعين بالله ويظل يحاول ويحاول ويكرر محاولة وسينجح في النهاية أدمن أو أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يليجا ستلج ويفتح لك بإذّ الله تعالى كما قال المسيح عليه السلام إذن إخواني وأخواتي أنا أقول لك لسّ أنت مش عارف نفسك مش عارف إمكاناتك أنت عندك إمكانات أكثر من هائلة إمكانات كونية في هذه الذات الإنسانية هذه الإمكانات تعرف ما سبيلها؟ ما طريقها؟ الإقتراب من الله معرفة الله الله أكبر أيها كما قلنا الله أكبر من كل مقاربة من كل فهم نجز له إلى الآن هل تقول ليه كلام الفلسفة معك كذا؟ إن القرآن يا رجل القرآن دلنا على الله باب هذا السور أنت مسكين وأنت بتفكر نفسك أنك أنت قادر أن تفهم القرآن؟ وبتفهم بالطريقة لأن الله أريد إياك تفهم بها؟ مستحيل طبعا هل تظن أنك تفهم حديث الله عن الله في القرآن؟ كما فهمه أبو بكر الصديق وعلي وابن الرومي والغزالي فضلا عن محمد رسول الله؟ مسكين أنت مسكين لا لا، ليس هذا القضية لا تضحك عن نفسك بأفكار الطفولية هذه غير الناضجة لا 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 ولذلك أنت أمام أمام مشروع مفتوح لا نهائي لا ينتهي الأبد الأبدين لمقاربة الأكبر لا إله إلا هو والأوسع لا إله إلا هو جميل ما الذي يحدث؟ مع كل خطوة على طريق هذه المقاربة والاقتراب ما الذي يحدث؟ تنداح إنسانيتك تُذخر بذخر جديد تتخصب، تثرى، تغتني الإنسانية باستمرار ممكن ينتهي بك الآن بعد عشر وعشرين وثلاثين سنة إلى أن تصير شيئاً أن أقول لك في يوم الأيام كتب سهل أو قال سهل بن عبد الله التستري الصوفي العظيم من تستر قال قال معجزة المعاجز أن يتمكن الإنسان عند الله؟ أفعاله كله معاجز كما قال أينشتاين كل أفعال الله معاجز لا، بالنسبة للإنسان من كنت تعمل معجزة كبيرة أنت؟ طبعاً ما هو المعجزة الأكبر التي يمكن أن يجتريحها الإنسان؟ قال معجزة المعاجز أن يفلح الإنسان في تصير شيء سيء شيئاً حسناً يا سلام واحد مجرم تتخلي بكاء لطفاً ورقة وشفافية يعني معجزة هذه، ولا ما الصحية واحد أهب الجاهل مغلق إقصائي عصري تتخلي ماذا؟ إنسانياً منفتحاً، متقبلاً، متفاهماً، محترماً للآخرين معجزة وهذه أهم معجزات، هذه معجزة معجزة فعلاً أنت أن تصبح غيرك أن تصبح شيئاً آخر كما قال المسيح أن تلد ولادة جديدة لكن ولادة أين هذه؟ ستلد عملاقاً أكثر عملاقة من الجبال الشواهق أرفع تعليقاً من السيمورغ أو الفنيق أو العنقاء أكثر، أكثر، بإذن الله ستصير لك أجنحة تحلق بها حول العرش الرحمودي بالمقاربة من الله تبارك والاقتراب الدائم إلى الله تبارك وتعالى هذه سبيل في سبيل معارضة تماماً كما قلنا عاد وإما أن تدور حول ذاتك وتجعل من الله ومن كلمات الله وشرع الله تكيئةً وسبيلاً لتبرير ماذا؟ رغائبك وأهوائك وجرائمك أن الله يسمح لي الله رضي لي الله بطريقة ما أعطينا الضوء الأخضر جلبي جلّي شفت في المنام حسيت حسّسني جلبي والهبل المجرمين هؤلاء، ولا من الصحيح هيكي فهمت هيكي فهمت تعرفت سبيل ما هذه؟ فعلاً سبيل كل جريمة لأن من يدور على نفسه شاعم أبا هو شخص مُنمّط سيصير ينمّط العالم بحسب سلطاته طبعاً طبعاً سيصير مجنوناً افهموا هذا جيداً هذا عميق ومهم جداً يمكن أهم شيء في خطبة اليوم ترجمة نانسي قنقر